الفنان شوبي محمد يقول لو لم يكن ريع الوصلات الإشهارية وحمى التصابق على من سيحتوي سوق الإشهار لكان الفن فنا والقيم الفني قيما لكن للأسف التجارة أبخست الفن حقه وقيمته التثقيفية والتربوية نعم لذلك فأنا أتفق مع الفنان شوبي بحيث أنه التجارة قد تقوم بتميع الفن وإنزاله إلى مستوى منحط بالفعل إذا كان التاجر غير متقف وغير فنان لذلك فالمطلوب أن يكون التاجر متقفا وفنانا له حس ويعشق الفن يعشق الفن وعندما أقول فنانا فنانا حتى في تعامله مع التجارة لأن الفن هو منظومة شاملة يعني فن الحياة أن يعرف معناه فن الحياة ولذلك فمادم أن التاجر في كثير من الأحيان يجد نفسه منقادا إلى البحث عن الربح دون أن يلقي بالا لطبيعة هذه المادة التي يتاجر فيها بالتأكيد أنه سيفرغ الفن من محتواه النبيل ويساهم في تحطيمه وجعله هشا غير قادر على أداء رسالته النبيلة وبالتالي سيحط أيضا من قيمة الفنان كفنان بتأكيد حتى ربما القيمة ديل هذا الفنان في نظر الجمهور ستنزل نعم وربط صورة الفنان ببضاعة التي يمكن أن تستهلك وترمى ليس في مصلحة الفن نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر